رحمة رب منتوج بلمسة جزائرية حمل التوقيع من قدم إلينا ككفاءة يحسب لها ألف حساب قبل أن يتبين في الأخير أنه محتال تمر الأيام من دواء هلل له الجميع إلى مكمل غذائي لكن ما لم يكن في الحسبان أن آمال المصابين بداء السكريل سيتبخر فالحلم تحول إلى كابوس وبينهما خيوط فضيحة من العيار الثقيل إنه تفيق ضعيبة الذي أصبح اسمه الأكثر بحثا في محرك جوجل على شبكة الأنترنت تزايدت الأحلام ومعها زاد استخار الجزائريين فأحد شبابنا صنع ما يشبه المعجزة في عالم الصناعة الصيدلانية رغم مناورات روبيات ومافيا الدواء قناة النهار وفي عمل استقصائي بمقاييس احترافية وفي خطوة منها للبحث في سجل هذا المخترع تفيق ضعيبة توقفت عند جزئية دكتور ومتخرج من كلية الطب جنافة السويسرية لكن لكم أن تتخيلوا ما حدث تفيق ضعيبة لا يحمل أي شهادة في الطب هو الذي ادعى أنه خريج كلية الطب في جنافة السويسرية رسلنا جامعة جناف كلية الطب وكانت الإجابة صادمة لا يوجد في قاعدة بياناتنا الطلبية ولا الباحثين اسما مطابقا لهذا الاسم السيارات المتحدة أمه أنت أمنه بدون توجبب النهاية هذه أحد فع lottery جاء عليك الفيحة العين في المتحدد فقط فقط لك فإنه yeah في 찾موا أن هذا الن الله يوجد في الفي جاء لا أصابتك ماذا ، نعم هل كان أدخلت من أولمه هذا وقت في الفيحة؟ السنحة لم يشتركها لم يقف في ذلك الأمر لم يشتركها لك؟ لا يقف في الشمارة فهل تحيل الزعيبة على كل الهيئات الرسمية الجزائرية من وزارة الصحة إلى التجارة وأنتج ثم روج لمكمله الغذائي وهو مجرد هاوي وهنا السؤال المهم هل نحن أمام محتال ذكي أم إدارة فاشلة في تسيير ملف واحد تحت ضغط الإعلام توجهنا إلى وزارة الصحة اتصلنا بمسؤول في مبنى وزارة الصحة وهو أكثر المتحكمين في الملف ولكنه رد علينا برسالة قصيرة أكد لنا فيها أنه لا يستطيع الإجابة إذن فليتحمل مسؤوليته وهذا شيء خطير جدا قناة النهار قامت بعملها الاستقصائي من باب كشف الحقيقة لغير فالكفاءات الجزائرية معترف بها في كل دول العالم لكن الكذب والتدليس غير مقبول خاصة وأن 12% من مرضى السكري في الجزائر تحول إلى فئران تجارب الجميع سكت إلا النهار لن تسكت عن قول الحقيقة نبقى مشاهدين دائما في ذات الملف من جهتها رسلت وزارة الصحة مختلفا مديرياتها الولائية حول قضية المكمل الغذاء رحمة ربي أمرت فيها بضرورة سحب المنتوج من الصيدليات وطلبت وزارة الصحة من مديريات الصحة على مستوى 48 ولاية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات فورا لضمان السحب الفوري للمكمل الغذاء رحمة ربي أعجب من كافة الصيدليات في سيقداته نفى المدير العام الأسبق لمجمع صيدال علي عون أن يكون لتفيق زعيبة أي علاقة بالمجمع ولم يسبق وأن كان موظفا أو إطار بالمجمع وكل ما في الأمر أن المجمع منحه فرصة استخدام بعض الأجهزة بعد أن زعم أنه ابتكر دواء وبعد أقل من شهرين تم توقيف العمل معه بعد أن ثبت أن ما يصنعه لا علاقة له بدواء ولا حتى بيئة المكملات الغذائية كان هذا في مكالمة سابقة نستمع القضية هذه القضية وسبق لي تسرحت بها عندها عدد وصف الوصف الأول هو تزوير الوصف الثاني هو تحيل والوصف الثالث يعني تقريب قد نقول خذع الوصف الأول هو تحيل عن القانون الوصف الثاني هي ستنفو تزوير تزوير ديبلوم تاعه والوصف الثالث غش تاع المواطن وبالعخص المواطن ماريد ماريد بمرض السكاري اليوم السيد يصرح هنا يعني شاطر الأستاذ بيطام على كل ما قدمه اليوم السيد هذا يتكلم ويقول باللي سبق له وعمله في صيدال أنا اليوم نأكد ما أعملش كعامل ولا كإطار في صيدال أنا درت تحريات نتاعي مع الإخوان في صيدال منذ 24 ساعة السيد هذا كان واحد الوقت نحن باش نسجع شوية تطوير الأدوية في الجزائر فات عندنا ساعتين من الوقت مضاع يعني عقد باش نحطه تحت التصرر بعض الآلات باش ولكن ما هوش كإطار مجمع صيدال النهاية باش نختصر نعم تصنع يمكن تعامل مع مجمع صيدال مع المخبر البحث والتنمية والدكتور شاكو يعني أكد في هذا وحش شهر ولا شهرين ومن بعد الخلاصة قال هذا الشيء اللي راكدير فيه ما هو دواء ما هو حتى ما عندهوش حتى وصف يعني مكمل غداي مشاهدين الحديث عن هذا الموضوع وقضية المكمل الغذائي الذي أنتجه التثيق زعيبة يلتحق بي على المباشر سيد لطفي بنبا أحمد رئيس عمادة الصيادلة مساء الخير سيدي مساء الخير بداية سيد لطفي بنبا أحمد أنتم في بادي الأمر رفضتم رفضا قاطعا تسويق المكمل الغذائي رحمة ربي رحش فيه لماذا؟ نحن نتفيد هذا زعيبة هذا ما هوش بي كداب وهذا هو ما هوش دواء مكمل غذائي فحنا لنا نتفيد هذا منطاب محتال ويضغل ضعف المرضى هذا تفيد ربح وقلها 200 إلى 200 مليار على رفض المرضى على اللي جابيتيك في بلدنا لن نذكره أنا نقول له أنا في خانوا 21 لحاجة بزيو تكنولوجيا وفي الفعاد يعني صوالي بالميدكامون يشوف لادو تكنولوجيا ويتفيد هذا وهذا راجح في طرف الشان والتلفزيون والنوفو ميديا هذه تتغل تتغل هذه الفرصة التي يحفظهم بعض القناة للتلفزيون وبشي يتغل بشي يتغل ضعف المرضى طيب 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 بمبا أحمد هل سأعتقد قانون أساسي طيب بمبا أحمد يعني أعوذنا على المقاطعة سأعتقد بأنه مباتي عرب بالبروفاقاندا الإعلامية التي روجت لهذا المنتوج واخداء مصداقية أكتر فأكتر على الصحة الوطنية أمام وهذا رجع يعني كنتشوفوا قانون أساسي تحصيحها يعاقب الممارسة الغيرقانونية تعالفيدلة أو تعطب وقانون العقوبات المدى الـ 2040 تقول بالناس هذو يتعاقبوا من عامين إلى خمس سنين حتى وهذا هو الناس الممارسين الممارسة الغيرقانونية تعالفيدلة أو تعطب والناس يعاونوا الممارسة الغيرقانونية تعطب وتعصيدلة وحنا نقول يعني السلطات المعنية في الأمر يجب يخذوا اعتبار هذا المشكل هذا لأن هذا مشكل تعالفيدل يعني الصحة العمومية تعالفيدل تعالفيدل وحنا نقول يعني كعماد الصيدل لكل حال ملابوش للعبة وليلو الناس يسوق هذا الدواء دخل تفضل سيد لطفي بنبا أحمد نحن في الاستماع يبدو أن المقاطعة أو المكالمة هاتفية انقطعت مع سيد بنبا أحمد رئيس عمد التأصي لكن حدثنا عن هذا الموضوع جزيل شكرا على كل ما قدمت من طوضيحات حول المكمل الغذائي رحمة ربي مشاهدين أمر الآن إلى ملفنا الأول للنقاش والمتعلق بالذكرى التاسعة والعشرين تحتفل بها حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعة بمرور تسع وعشرين عاما على تأسيس ترجمة نانسي قنقر